العنف الأسري جريمة تختفي ملامحها في حالات كثيرة خلف حواجز تكشف منها جانبا صغيرا مثل جبل جليدي تظهر قمته فقط لأن كثيرا منهم لا يصل إلى الإعلام أو أروقة المحاكم السنوات الأخيرة أشرت تزايدا ملحوظا في عدد الجرائم المتعلقة بالأسرة سواء كان ذلك بعددها أو طبيعة تلك الجرائم وشدتها وآثارها أيضا في ظل جهل الكثيرين بأن العنف داخل العائلة جريمة يحاسب عليها القانون لا يمر أسبوع وأحيانا أيام قليلة إلا ونسمع أو نشاهد عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي أنباء وصورا كنا نعتبرها بعيدة كل البعد عن قيم وعادات مجتمعاتنا لجرائم قتل الأبي لابنه أو العكس أو قتل الرجل لزوجته أو جميع أطفاله ووصلت في بعض الأحيان لقتل الأم ومعظم تلك الجرائم تم تنفيذها بطرق ووسائل لا تمت لمجتمعاتنا المحافظة بصلح أم تقتل اثنين من أطفالها اللي بعمر ثلاثة وأربعة شهر بطريقة أنه تضاحهم في خزان الماء أب يقتل أطفاله وزوجته ووالدته الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني وغيرها تعزو حالات العنف الأسري إلى عوامل عدة من بينها ضعف الروابط العائلية في كثير من الأحيان ويأتي انتشار تعاطي المخدرات وأزمة كورونا التي حجرت الملايين في بيوتهم مما زاد من عدد المشكلات المادية المرتبطة بالحالة المعيشية للعائلة ومن بين أبرز العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع حصيلة العنف الأسري تلك التي ذكرناها آنفا تعاطي المخدرات وهي مشكلة أيضا من ضمن الأسباب التي أدت إلى العنف الأسري تشريع قانون جديد خاص بتلك الحالات سيعالج حتما النقص الحاصل بهذا المجال ويفتح آفاقا جديدة للتعامل مع مشاكل الأسرة بالتأكيد التشريع سيكون إلى دور في عملية الحد من جرائم العنف الأسري ظاهرة العنف داخل العائلة ليست وليدة اليوم وليست محلية أيضا فالعالم يشهد يوميا حالات كثيرة ومتنوعة التفاصيل لكن انتقال تلك الجرائم والحالات إلى بلدنا ينذر بمخاطر تهدد نسيج المجتمع وهو ما يتطلب تدخلات للجهات التشريعية والتنفيذية لتدارك الأمر قبل فوات الأوان وقبل ذلك حملات توعوية تشارك بها جهات إعلامية ودينية وقانونية لبعاد شبح العنف الأسري عن عائلاتنا